السؤال من الأستاذ محمد خطابي يقول هل يجوز إهداء سواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للميت كالفاتحة وهل يجوز إهداؤها للنبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل وصحبه ومن ولا طبعا قال العلماء يجوز إهداء الثواب ثواب أي طاعة وأي عبادة يجوز إهداء ثوابها للميت وينتفع بذلك ليه لأن الموصل للثواب هو الله تبارك وتعالى والأصل في هذا طبعا حديث الإمام مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يعني انقطع ثواب عمله هو في الدنيا لكن ثواب وعمل غيره له لم ينقطع عشان نفهم الحديث فهما صحيح انقطع عمله لكن طبعا ولد الرجل من كسبه كما قال عليه الصلاة والسلام وإهداء الثواب من غير الميت إليه أي من الحي إليه قالوا هذا جائز ولا شيء فيه حتى قال بعض العلماء في سواب القرآن العظيم لأن السواب القرآن مختلف في وصوله قال العلماء أحد علماء المالكية قال يحول سواب القرآن إلى دعاء فبعد أن يقرأ القرآن يقول اللهم أوصل سواب ما قرأت لفلان فالدعاء متفق عليه أنه يصل سوابه إلى الميت وينتفع به فكذلك كل طاعة يعني بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أوصل سواب ما صليته على رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان وهل يجوز إهداؤها للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب أولى فالعلماء قالوا الكامل يقبل الكمال فالإنسان طبعا لا يظن أنه يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتاج إليه لا وإنما هذا من باب أن الكامل يقبل الكمال وحديث سيدنا أبي ابن كعب رضي الله عنه لما قال له إني أكسر الصلاة عليك يا رسول الله فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك فأخذ يتدرج من الربع إلى السلس إلى النصف إلى السلسين كلما قال له وإن زدت فهو خير لك ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال إذن أجعل لك صلاة كلها يعني معناها أن أن ثواب أن ثواب هذا الدعاء له صلى الله عليه وسلم حتى الشيخ ابن ثيمي رحمه الله قال إن أبين إن أبين كان له دعاء يدعو به لنفسه فأراد أن يجعل هذا الدعاء أو جزء منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال له إذن أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك لكن فيه نقطة مهمة جدا وهي أن كل عمل من أعمال العبادة والطاعة يقوم به المسلم هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يعني سواء أهدى أم لم يهدي فكل أعمال الأمة في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص حديثه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجل فاعله فكل هذا الخير الذي نحن فيه ما دلنا عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يعني الإهداء فيه لون من ألوان المحبة والمودة سيدنا نعيمان كان رجلا فقيرا وكان يعني يشتري الشيء ويهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هو يغرم السمن يعني يشتري العسل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل ويهديه إليه ويقول للرجل هم يعطونك السمن فالرجل يقعد إيه أمام الباب حتى يخرج صلى الله عليه وسلم إما أن تعطون العسل وإما أن تعطون السمن فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أن العيمان فعل ذلك فيدفع السمن صلى الله عليه وسلم فالإهداء له عليه الصلاة والسلام فيه فيه محبة ومودة وإن كان هذا الثواب حاصلا حاصلا من غير إهداء عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر